في هذه الأثناء أكد وزيره الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في محادثات السلام السورية التي ستعقد في أستانا وقد أكد لافروف أن طبيعة الدعوات المرسلة تتيح لأمريكا المشاركة فيها وتأتي هذه الدعوة بالرغم من تصريحات لمسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية محمد جوالذريف أكدت بشدة رفضها مشاركة واشنطن في المحادثات وأشارت إلى أن طهران سيكون لها دور مؤثر فيها